وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مرسلنا محمود جميل محمود بعد التحية من أرض السحر والجمال من العالمين الجديدة اطلعنا على آخر فعاليات المهرجان نحييكم بالتأكيد من مدينة السحر والجمال مدينة العالمين الجديدة ولازالت حركة الزائرين والسائحين في ازدياد على مدار أيام المهرجان للاستمتاع بكل هذه الفعاليات وربما كنا نعيش ليلة أمس سهرة فنية رائعة مع فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وأيضا فرق التدنورة وبعض فرق الكارنفال السرك وكان هناك حضور كبير للأسر والأطفال في مدينة الألعاب الرياضية للاستمتاع بكل هذه الفقرات وفي الحقيقة كانت هناك أجواء مبهجة في هذه المدينة استمتع خلالها الأطفال والأسر والعائلات بكل هذه الفقرات المتنوعة الموجودة وهو برنامج وزارة الثقافة الذي يتم تنفيذه على مدار فعاليات المهرجان في الممشى السياحي ومدينة الألعاب الرياضية ومنطقة العائلات وأيضا في المدينة التراثية التي ستشهد عدد من الحفلات خلال هذا الأسبوع إذا ما تحدثنا عن الفعاليات التي ستقام اليوم أيضا ستستكمل وزارة الثقافة في مساء هذا اليوم بعد الفرق الأخرى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة فيما يتعلق بالفنون الشعبية والطنورة ستكون هذه الفعاليات أيضا في تمام التاسعة مساء لمن يريد أن يأتي إلى منطقة الألعاب الرياضية وإلى الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية ليستمتع بكل هذه الأجواء المبهجة في هذه المنطقة أيضا الاستعدادات تتم من اليوم لاستقبال حفل القيصر كاظم الساهر في الأرينة بجوار المدينة التراثية بالإضافة بالطبع إلى أنه يوم 19 من يوليو الجاري أيضا سيكون حفل الفنانة الكبيرة مجد الرومي بحضور الموسيقار الكبير نادر عباسي فبالتالي حفلتين همتين في مدينة العالمين الجديدة في نهاية هذا الأسبوع ويتم التجهيز منطقة الأرينة لاستقبال كل هذه الفعاليات بالإضافة أيضا إلى وجود حفلة أو فرقة طبلة الست في المدينة التراثية أيضا في نهاية هذا الأسبوع بالإضافة إلى استمرار الفعاليات الرياضية هذا الأسبوع أيضا سيتم استكمال كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة وأيضا العروض الخاصة بالبراموتر أو الطيران الشراعي ستستمر أيضا في سماء مدينة العالمين الجديدة لكل من يريد أن يخوض هذه التجربة وهذه المغامرة يتواجدون بالنسبة للشركات المنظمة لهذه الفعاليات يتواجدون على مدار اليوم في المنطقة الترفيهية وفي مدينة الألعاب الرياضية لتنفيذ كل هذه الفعاليات وكنا نتابع منذ قليل الحقيقة حركة العمال الذين لازالوا يعملون على قدم وساك في تجهيز أكبر الاستعدادات الكبيرة في مدينة الألعاب الرياضية لاستقبال مزيد من الفعاليات الرياضية لأن الأسبوع الثاني من مهرجان العالمين الجديدة سيشهد العديد من الفعاليات الرياضية التي ستنطلق وأيضا سيكون هناك مباراة قادمة علمنا في البادل بين كابتن أحمد حسن لعب منتخب مصر وكابتن سيد معوض ستكون هذه المباراة بالتأكيد مشوقة وقوية خلال الفعاليات القادمة بالإضافة بالطبع إلى مباراة الأهل والزمالك بين قدامة الأهل والزمالك لنبذ العنف والتعصب وستكون أيضا على الملاعب المخصصة في مدينة الألعاب الجديدة نتحدث أيضا على أنه مزال حركة السائحين والزائرين للشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة وربما كنتم تتابعونه في هذا التقرير هذا الشاطئ لازال يستقبل عدد كبير من الزائرين والسائحين الذين عبروا عن مدى أهمية هذا الشاطئ وهذه الخدمة التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا بالإضافة إلى التنوع الكبير الموجود في فعاليات مهرجان العالمين والذي تحرص عليه دائما الشركة المتحدة منذ النسخة الأولى لهذا المهرجان وهذا التنوع أكسب المهرجان ميزة كبيرة في وجود أكبر عدد من الزائرين والسائحين وأيضا الفئات العمرية المختلفة لكل عشاق كرة القدم الأطفال في منطقة مخصصة للألعاب بالنسبة للأطفال بالإضافة أيضا إلى الفعاليات الأخرى الخاصة بالمصرح سيكون هذه النسخة ستشهد العديد من المصرحيات بمشاركة عدد كبير من النجوم المصريين منهم النجم كريم عبد العزيز وأيضا الفنانة دنيا سمير غانم فبالتالي سيكون هناك عدد كبير من هذه الفعاليات موجودة سواء في المصرح أو حتى المهرجان الثقافي والخاص بالأطفال وهو مهرجان نبتة فبالتأكيد فعاليات متنوعة ندعو كل الزائرين وكل المشاهدين للإقبال على مدينة العالمين الجديدة والاستمتاع بحالة الطقس الجميلة الموجودة هنا في هذه المدينة السحرة والاستمتاع بكل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالم عالمين نعم محمود جميل لمراسل التلفزيون المصري من العالمين جزيل الشكر لك وكما قلت وكما أوضحت العديد من الفعاليات المختلفة التي تستهدف كل فئات المجتمع